أعرب رؤساء ثلاثة لجان بمجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة إلى الرئيس ساجو بايدن عن تأييدهم للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وأشهد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتركيز الرئيس بايدن على التحرك نحو تحقيق حل الدولتين المستدامة مشيرين إلى أن استراتيجية ما بعد الحرب في غزة يجب أن تكون شاملة وتنفذ بالتعاون مع الشركاء